الحقيقة تسجيل هذه الحلقات الخاصة بالقضايا الفلسطينية موجعة موجعة لأننا في مفترق طرق حقيقية للقضايا الفلسطينية أنت تتكلم عن غطرسة جانب إسرائيلي أو غطرسة الإسرائيلي تتكلم عن جرائم حرب على الأرض تتكلم عن شهداء وخاصة من الأطفال الأعداد تتزايد بالمئات كل يوم تتكلم عن تهديد باقتحام بري كبير لغزة أو إبادة لغزة تتكلم عن قضية فلسطينية مغلقة الأوراق لا تعرف أم متى تفتح هذه الأوراق أو ربما لن تفتح طالما هذه الطريقة الوحشية الموجودة على الأرض كلام أكتر أكيد كلام علمي كلام مدقق كلام من التاريخ كلام يعود بنا إلى النكبة التي نكبت فيها فلسطين في 48 كلام كثير جدا نعود به الليلة في بيت للكل وخليني أرحب بأستاذ العلوم السياسية الأستاذ والدكتور طارق فهمي مساء الخير يا فنس الحقيقة هي قضية موجعة لكلام خصوصا والأحداث جارية في قطاع غزة خليني أسأل حضرتك هذه القضية كيف تراها الآن؟ تغير المشهد تغير جذري كبير؟ قضية مش في تغير مغرافي أو بعد إسني أو عرقي أو محاولة نفي الآخر أو محاولة لتطبيق فكر الترانسفير وترحيل الفلسطينيين وتقرار النكبة 2 كل هذه الأمور كامنة في عقول من يديره المفاجأة الكبرى هو في تغير قواعد الاشتباك في العملية الأخيرة بتاعت غزة وبالتالي المجتمع انتفض لمحاولة فرض استراتيجية جديدة استراتيجية نفي الآخر محاولة لهم القيام بإجراءات قصرية وعنف وأمور كثيرة تجري يعني عمليات ضرب للقطاع تجاوزت المعقول كما حضرتك أشارتي قلتي جزء منه يخضع لجرائم الحرب هذه جرائم حربة حقيقية لدولة تمارس أعمال الإرهاب الممنهج وبالتالي كل المسؤولين الإسرائيليين الذين يديرون هذه المواجهة لن ينجوا من المحكمة الجنائية الدولية حتقول ليه في مجتمع دولي هذا مجتمع جائر لا قواعد فيه للإنصاف أيما على فكرة القوة صحيح لكن حتى هذه اللحظة اللي أكلم حضرتك فيها نحن نتعقب مجرم الحرب من أول حرب غزة الأولى للثالثة تمام وجمعنا فيها مجهود كبير كان الفضل فيه للجانب المصري وبدعم أيضا من السلطة الفلسلين لن نتركهم وباللحقهم في أماكن كثيرة قادة الحروب السابقة لم يخرجوا من إسرائيل حتى الآلام ومطلوبين أمام مطارات ومنافذ العالم كإرهابيين وبالتالي لن ينجوا المجتمع الدولي سيتعامل معهم لأن قانون الغاب لن يستمر بهذه السورة طيب يعني باتفق جدا طبعا مع كل كلام حضرتك ولكن علمتونا في السياسة بأن كتب السياسة تقول بأن أنت أمام قانون دولي وأنت أمام محاكم دولية زي ما حضرتك ذكرت تحديدا وأنت أمام مجلس أمنه وأنت أمام أمم متحدة كل هذه الأصوات باتت بهتة ولا تقدم أي شيء في هذا المشهد الدموي الكبير خليني أعود طيب إلى القيادة المصرية رئيس عبد الفتاح السيسي وهو قائد كبير في المنطقة العربية هو يتحمل هذه القضية وعبئة هذه القضية والشعب المصري منذ سنوات يعني سبق وأيضا كان فيه أيضا يعني أشياء كثيرة جدا في قطاع غزة وكان فيه تدمير ومصر من قادة التعمير وبناء غزة وربما ما قدمته مصر من تعمير وبناء تم هدمه ونراه الآن كيف ترى مشهد وأيضا ما يقوم به الرئيس السيسي من لقاءات ثنائية لقاءات ربعية قمم كيف ترى هذا المشهد خلينا أقول أن القضية الفلسية تحت لمساحة كبيرة فيه نسق العقيد الفكر الرئيس السيسي جزء منه هو بيقول دائما فيه الكلمات الدولية أو يعني المنتدات الدولية إنها قضية رئيسة قضية مهمة قضية تؤكد طبعا عمق العلاقة المصرية التاريخية لكن فيه جزء مما يقوله سيادة الرئيس في هذا هو الحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية وإن إحنا بنتبنى مقاربة قايمة على فكرة حل الدولتين وتطبيق نص القرارية 242338 وودة الأرض مقابل للسلام والتحرك أو المطالب المصرية في هذا السياق أنا مش حافق قدام نقاط مهمة قوي لكن لازم أقول أنه مبادرة الخمسمائة مليون دولار في قطاع غزة كانت مهمة أهلينا في قطاع غزة توجيهات سيد الرئيس توجيهات الأجهزة المعنية في مصر تقديم التسليلات قبل موضوع معمر رفح الفتح والغلق بالصورة اللي حادق شايفاها إحنا بنتعامل مع القضية الفلسطينية التزام مصري قائم على فكرة أنها قضية قومية وبتحتلم ساحة بالنسبة لأمننا القومي في جزء منه أمر مهم للغاية لكن خليني أقول أنه مسؤولية المجتمع الدولي هو إيجاد وطن الفلسطيني الوطن هناك وليس هناك معنا نتكلمي على حدود الدولة الفلسطينية أنا أذكر حدود بحاجة صغيرة أنه إسرائيل أنشأت بقرار دولي وهو القرار 181 صدر سنة 47 والقضي بلان دولتين على الأرض دولة اليهودية اللي أنشأت والدولة العربية وبالتالي إسرائيل ما تقدرش تتزرع بنفي هذا القرار وبالتالي لا قبول لا عربي ولا مصري بالأفكار الشيطانية المطروحة اللي هي الخاصة بتبادل الأراضي وتقاسم الأراضي وإجراء ترانسفير هذا كلام عبسي منذ أكثر من 30 عام كان بيطرح فكرة تبادل الأراضي بين العرب وإسرائيل ده حيحصل عندما تقوم الدولة الفلسطينية بينهم وبينهم لكن ليس على حساب طرف رئيسي سواء كانت مصر أو الأردن أمور واضحة لا تحتم الأنصاف حلوله أشباخيارات متى يعود العالم ليتفق على وجهة نظر واحدة؟ هذه دولة محتلة وهذا محتل وما يقوم به الشعب الفلسطيني هو إعادة للدولة المحتلة شوفي أنا حفظ الاشتباك ده اللي حديك أشرت إليه من خلال واشتباك قائم شعب تم احتلاله وقامت دولة على أراضيه ومع ذلك هذه الدولة تمارس كل أعمال العنف والإرهاب المنظم وأغلب قضتها مطلوبين في مطارات العالم كإرهابيين حيث لا قانون وحيث لا تطبيق الاتفاقيات جينيف ولا نظام روما ولا المحكمة الجنائية وغيرها من الأمور ماذا نفعل؟ نفعل أننا ننقل الصورة إلى الخارج وهذا ما نقوله للقيادة الفلسطينية دائما ونقوله للشعب الفلسطيني أن هناك فلسطين في المهجر وشخصيات كبيرة في جماعات إحنا شفناها وعشنا معاهم وشخصات كبيرة مؤثرة تستطيع أن تغير الصورة بالإضافة طبعا إلى الإعلام العربي اللي هو مفترض يقوم بهذه الصورة مصر وحدها يمكن شهادتنا مجروحة أن أنا أقول ده بس أنا من الجرء أن أنا أقول شهادتنا مجروحة إحنا إعلامنا هو الذي يقوم بهذا والإعلام المصري الإعلام المصري بكوادره بشخصياته قدري تعملي ده على أعلى مستوى إحنا النهاردة أنا بابقى سعيد جدا نسات الرئيس وهو بيكلم على القضية الفلسطينية ويجالس إحنا طبعا الاجتماعات واللقاءات الدورية دي مهمة جدا إحنا لسه كنا نعملين لقاء الأمناء للفصائل الفلسطينية في العالمين إنه جاء الرئيس أبو ماذر محضر يعني باب القاهرة مفتوح للجميع وهذا هو صحيح كان في لقاء في أغسطس بالضبط حضرتك للفصائل فبالتالي دور مصر دور تراقومي هنا سؤال بس يعني قبل ما نختم مهم جدا أعرف المحرد ما هي أدوات الضغط المصرية الأردنية على الكائن الصهيونية أنا في تأدير في أوراق كتيرة طبعا إنتي حضرتك أقدم دولتين إنتي ومصر والأردن عملنا معهدة السلام كاب ديفيد ودي عربة مع الأردنيين في منظومة علاقات رسمية يعني منظومة علاقات رسمية بالنسبة للكويز بالنسبة للاقتصاد بالنسبة للأشقاء في الأردن بيغدوا مياه بيه في إجراءات كتيرة جدا نقل المياه والاستراد الغازع كل دي الأمور في إطار منظومة اقتصادية مصر تستطيع أن تتعامل مع إسرائيل بوجه مباشر في هذا الإطار إحنا لا نخبئ على العالم أحد رئيس السيسي لقن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين على الهواء مباشرة الموقف المصري كي لا يقع إحنا لا نتبع عن صفح له أشبا خيرات بمناسبة الرئيس وجسد الدولة المعنية واضحة منضبطة إعلامنا منضبط أكتر بيانات بتخرج في العالم العربي هي بيانات وزارة الخارجية وأكتر بيانات بتدين الموقف الإسرائيلي والإجراءات من مصر من وزارة الخارجية المصرية خارجية عملت بيان أكتر من رائع محدد بنقاط محددة واضحة المعاني وفي كل المواجهات أستاذا شافيا في كل المواجهات السابقة يليها بقى بعديها بتصدر بيانات من الأشقاء في الدول العربية هذا أمر طبيعي طبعا لكن القضية الفلسطينية رقم واحد بالنسبة لمصر إحنا بنعيد تقديم القضية الفلسطينية الأجيال الصعيدة عايزين نتكلم العالم بلغة مختلفة عايزين نصحح هذه الصورة عايزين نقولي الرأي العام الدولي عليكم أن تنتبهوا أن الفلسطينيين لهم حق في الحياة مثلهم مثل الإسرائيليين لا ليسوا بأقل من الإسرائيليين إسرائيل أصبح لها دولة ومن حق هذا الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة وفق للقرار الدولي الذي صدر سنة 47 والقرار من 81 وده مهم جدا أن أنت تنفيذي المقرارات الدولية سيستر فهمي حضرتك كأستاذ للعلوم السياسية تعلمنا منك الكثير وأنت شاهد عيان أيضا على الأراضي الفلسطينية كنت هناك وبحثت وكتبت كثيرا يعني جملة أخيرة لهذا الأشهد عنوانها أي عنوانها أن الحق الفلسطيني لن يضيع الحق الفلسطيني لن يضيع وهذه الممارسات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل ستكون هناك وقفة عربية وأنا سعيد جدا المواقف العربية تتجه لأن نحن كدول عربية بنتجه اتجاه مناوئ للسياسة الأمريكية في موقف عربي كبير من الأشقاء في الدول العربية داعين للقضية الفلسطينية وهي رسالة مهمة أن الدول العربية لديها الإمكانات والقدرات لإعادة تقديم القضية الفلسطينية لوجهة الدولية بالأساس أكيد أنا هستأذنك أختم بهذه الجملة الحق الفلسطيني لن يضيع أبدا ومش هحط جنبها لا علامة تعجب ولا استفهام لكن هحط أنه استرسال إن شاء الله يبقى في حل جذري مهم لهذه القضية أشكرك شكرا جزيلا أستاذنا وأيضا الأستاذ الكبير في العلوم السياسية أستاذ طارق فهم أشكرك شكرا أشكرا أشكرك شكرا موسيقى موسيقى